تمر اليوم الذكرى الثانية والخمسون على رحيل جمال عبد الناصر قائد ثورة الثالث والعشرين من يوليو حيث كان عهده فصلاً استثنائياً في تاريخ العرب رسم ملامح الثورة على الاستعمار نعمل في السياسة ويجب أن لا تغيب عنها الحقيقة الأساسية ويجب أن نعمل على تطبق فهذه الحقيقة هي أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بعيد القوة جمال عبد الناصر الذي رحل بقسده عن علامنا في مثل هذا اليوم الثامن والعشرين من سبتمبر من عام 1970 سيظل خالداً لمواقفه الاستثنائية في التاريخ زعيم أعاد الوطن لأبنائه وأصبحت إنجازاته الداخلية ومواقفه العروبية ومساندته لحركات التحرر علامات بارزة في سجل قائد لن يمحى من زاكرة التاريخ ولد عبد الناصر في الخامس عشر من يناير من عام 1918 في الإسكندرية لأسرة تنتمي إلى قرية بني مر بمحافظة أسيوط وحصل على شهادة البكالوريا في عام 1937 كان الزعيم الراحل عاشقاً للحياة السياسية وتخرج في الكلية الحربية في عام 1938 ليعين ضابطاً بسلاح المشافي أسيوط ثم مدرساً بالكلية الحربية قبل أن يلتحق بكلية أركان حرب ويعين بها مدرساً شارك عبد الناصر في حرب فلسطين كما أسس حركة الضباط الأحرار التي على إسرها تقدمت الصفوف للتغيير فكانت ثورة الثالث والعشرين من يوليو من عام 1952 وفي عام 1954 أصبح عبد الناصر رئيساً للوزراء ووقع مع بريطانيا اتفاقية لجلاء الاحتلال عن مصر ولعب دوراً هاماً في مؤتمر باندوك في عام 1955 حيث انطلقت دعوة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز وفي الثالث والعشرين من يوليو من عام 1956 أجرى استفتاء على الدستور الجديد وعلى انتخابه رئيساً للجمهورية ليؤمم قناة السويس في الثالث والعشرين من يوليو من عام 1956